السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اصلاح من العبد من قناة دولو السعلمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جمل الصف الثالث لعداء دي. هناخده النهاردة. ان شاء الله هنخلص الوحدة النهاردة. عشان نلحق نخلص المنهج لرمضان ونبدأ مراجعة. ونبدأ مراجعة هتعجبكم ان شاء الله. طبعا زي ما احنا متعودين هنقرأ كلمات ونتعرف النطق الصحيح. هنشرح الجرامر بتفصيل ونعلق على كل التريكات اللي ممكن تقابلنا. وهنعرف ازاي نحل سؤال الدالك وسؤال البراغراف اللي معظمنا بيشتكي منهم. وهنحل على ذا كل الاسئلة ونقول السبب بتاع الحل. ولو حابب تتابع كل اعمالنا من فيديوهات ومزكرات مجانية وملخصات جرامر ومراجعات واجابات امتحانات الوحدات وحاجات تانية كتير هتعجبك وكمان هيوصلك اشعار بالفيديوهات اسرع من اليوتيوب. تابعنا على قناة الواتساب ورابط موجود في الوصف اسفل الفيديو. نبدأ مع اهم كلمات. كاريج. كاريج. ديبريشن. ديبريشن. فاصيلز. فاصيلز. هيريتيج. هيريتيج. لينس. الجيهنا سايلنت. لينس. مونيومنس. مونيومنس. اونر. اونر. ساعش. بوبلش. بريزيرف الد. بريزيرف الد. بروبلمز. بروبلمز. بريسيرشر. بريسيرشر. كلمات اضافية. كلمات الظفية. امبيرر. أم بيرر بيلدر بيلدر غريك غريك إينكلودين إينكلودين جنبها كلمة برب مقصود بها بريبوزيشن عندها يطور هنا حرف غر إينكلودين متضامنا أو مجتملا إينكريديانس إينكريديانس لايتهاوس لايتهاوس فايب فايب ريزولت ريزولت ستاتشو ستاتشو ساينتست ساينتست ناخد تشيك بوينت أربع كلمات وقبل ثلاث قمل نمر وان أورسز ليف إن أه الخيول بتعيش في إيه؟ طبعا بتعيش في الستيبل اللي بديت نمر وان نمر وان نمر تو We should each other kindly المفروض إحنا نعمل إيه؟ طبعا تريت نعمل الناس الأخرين بإيه؟ بطيبة ولط نمر ثري من اللي عايش في الأصل إذا بقى له عشر سنين طبعا الامبراطور اللي هو إيه؟ امبرار ناخد مع كده الوردس سيرونيمز اند انتونيمز مرادف المضاد أول حاجة كلمة أميزنج مذهل طبعا السيرونيم أو الميننج بتاعها مرادفها إيه؟ فانتاستيك أو واندرفول رائع والانتونيم الابس بتاعها عكسها تيربول فضيع انشنت أثري أو قديم طبعا هنا بتساوي أولد قديم وعكسها الانتونيم أو الابسيت مودرن أو نيو حديث أو عصري كرول قاسن بتساوي أنكاين غير عطوف وعكسهم قاين عطوف ديسكفر بتساوي أكتشف بتساوي أكتشف وعكسهم هايد يخفي عارد صعب بتساوي ديفكالت صعب وعكسهم إيزي سهل لقي محضوز بتساوي فورتشونيت محضوز وعكسهم أنلقي غير محضوز محبوب بتساوي فامس مشهور وعكسهم غير محبوب بعيد بتساوي فار بعيد وعكسهم نير قريب ينقذ بتساوي ريسكيو ينقذ وعكسهم هارم يضر فضيع أو مرعب بتساوي هاريبل فضيع وعكسهم جميل وارم دافئ بتساوي صاني مش مش مس فعكسهم كول مائل للبرودة البروبوزيشن عروف الجر بيلونج تو تخص أو تنتمي لي جود أو باد فور مفيد لي أو ضاربي اندينجر في خطر كايند تو أو انكايند تو طيب أو غير طيب معا على اليابسة ويت فور ينتظر من أجل ناخد الشيك بوينت جاب لي هنا أربع كلمات منهم حروب جري طبعا ونجاب لي ثلاث جمل نمبر ون يجب أن نحافظ على كوكب نوعا بلانت يعني كوكب يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ ريسكيو ات منقزه نمبر 2 المكتب بتاع بابا بعيد جدا يبقى هو ليس قريب نمبر 3 بعض الحيوانات في خطر يبقى هنا تمام؟ تصرفات الافعال الغير منتظمة burn burn it take away took away taken away ناخد مع كده الجزء الخاص بالإثراء اللغوي أول حاجة يعني عربة شيء الناس بتسافر فيه يتم جروها بواسطة الخيول يبقى عربة تجروها الخيول منخفض the land that is below the area around it الأرض اللي طبعا منخفض عن الجزء اللي حولها وليكن مثلا زي منخفض الفيوم fossil حفرية the remains of animals بقايا الحيوانات or plants أو النباتات that lived in the bus اللي كانت عايشة في الماضي بعد ما ماتت وتحللت length الطول how long something is يعني كم يبلغ طول الشيء owner اللي هو المالك a person who owns شخص بيمتلك or has something أو عنده شيء شيء ما preserved محفوظة kept safe from being damaged بنحافظ عليها انها ايه انها تتضمر remote يعني نائن أو بعيد very far from somewhere بعيدا جدا عن مكان ما species اللي اتنين صح مجموع من الحيوانات او نباتات من نفس النوع stable ممكن يكون مبنى place او مكان ما اللي بينام في الخيل ناخد بعكدها الصوفيكس والبريفكس الصوفيكس الى الحروف اللي حقه بتيجي فاخر الجملة زي كلمة مثلا كلمة bad سيء لو دفصلها الواي في اخرها بحاول الصفة اللي هي سيء الى حال بقى deadly بشكل سيء differ يختلف طبعا لو دفصلها ent حاولنا الفعل اللي هو يختلف الى صفة بقى different مختلف pollute يولوث لو دفصلها ion حاولنا الفعل الى اسم pollution تلوث preserve يحفظ لما دفلها حرف D حاولنا الفعل الى اصفة ممكن كمان تبقى فعل ماضي بس هنا اصفة بقى بقى preserved محفوظ البريفكس الحروف اللي مجيبها في اول كلمة un لما اجيبها الكلمة happy سعيد عكاست معنى الصفة بقى unhappy kind بقى unkind popular unpopular يبقى هنا ايو ان بتدي عكس معنى الصفة ناخد بها كده ملوحظات لغوية اول حاجة الفارئة بين كلمة discover وكلمة invent discover يكتشف شيء موجود بالفعل لكن الناس مش عارفاه لكن invent بيخترق شيء يعني بيصنع ويبتكر شيء لم يكن موجود من قبل مثلا في صنع الكيكة خيبك من كلمات الإجابة اول حاجة الانيمالز الحيوانات كلمة كروكوديل تمساع ويت راينو واحد القرن الابيض الاماكن بانثيون ده معبد اسمه بانثيون تاج محل تاج محل مدينة البترة موجودة في الأردن The Great Wall of China صور الصين العظيم The Sphinx أبو الهول وادي الحيتان وادي الحيتان يعني سؤالة شوز نمبر وان توماس ايدسون The Phonograph هنا عايزه لك أن توماس ايدسون اخترع الفنوغرافي يبقى هنا اخترع يبقى invented في الماضي مش اكتشف بقى هنا نمبر تو Live in rivers and eat meat بيعيش في الأنهار وبيأكل اللحوم طبعا بنكلم هنا على ايه؟ على Crocodile يبقى letter C تمام نمبر ثري This machine is used for الايه؟ الألة دي تستخدم من أجل ايه؟ كوفي طبعا يوز فور بيغرافي الفين جي يبقى making coffee تمام ناخد بعد كده reading and listening skills مهارات الاستماع والقراء أول نص عندي fossils of the desert ليه يبقى الحفريات الموجودة في الصحراء The faeum depression منخفض الفيوم is an area of desert دي منطقة في الصحراء south west of Cairo جنوب غرب القاهرة Many ancient fossils are often found here but the species of animal fossil may or might surprise you يوجد في المكان ده العديد من الحفريات طبعا وكما بقولك الفصل بتاع الحيوانات أو حفريات الحيوانات دي يعني احتمال دي تدهجك وتستعجب منها يعني زي الكروكودايلز، تمسيح، خلي بالك منخفض الفيوم في الصحراء Turtles السلاحف and whales والحيتان The most amazing fossils are the whale fossils أكثر حفريات مدهشة هي الحفريات بتاع الحيتان آت وادي الحيتان فيما كان اسم وادي الحيتان The valley of the whales Hundreds of fossils of ancient whales were found by scientists in one thousand and hundred and two العديد أو مئات الحفريات وجدت بواسطة العلماء حفريات خاصة بالحيتان سنة 1902 The scientists were surprised to find out that these whales had legs فعلماء كانوا مستغربين جدا لما اكتشفوا إن الحيتان دي كان لها أرجل So they once walked on land فبالتالي ممكن ذات مرة كانوا بيمشوا فين أو في يوم اللام كانوا بيمشوا على الأرض In 2005 The fossils at وادي الحيتان were studied by a team of international scientists الحفريات بتاع الحيتان تم دراستها بوسطة فريق من العلماء الدوليين The fossils were preserved تم طبعا حفظها والاحتفاظ بها كانت محفوظة يعني really well بطرقة جيدة and the sum of them were 21 meters inland وكان بعضها بيبلغ طول 21 متر فطول It was discovered that these whales belong to the same family of animals as camels and europe اكتشفوا كمان إن الحيتان دي بتعود إلى نفس السلالة بتاعت الحيونات بتاعت الجمال والزراف The fossils are so important that وادي الحيتان was called a UNESCO World Heritage Site الحفريات دي كانت مهمة لدرجة إنو طلق عليها الموقع التراث العالمي بتاعها هيئة اليونسكو In 2005 سنة 2005 However it is very remote رغم أنها بعيدة جدا As a result كان لديك لذلك It's only visited by about 1000 people a year تم زياراتها بواسط 1000 شخص فقط في العام Today اليوم Egyptian scientists are studying some of the fossils at Mansoura العلماء المصريين بيدرسهم بعض الحفريات في المنصورة University في جامعة المنصورة Using some of the latest technology مستخدمين أحدث ويسائل التكنولوجيا الحديثة And they hope to learn more about these amazing worlds of the desert طبعاً كانوا بيتمنم بمتعلموا حاجات كثيرة عن الحيتان المسلمة بتاعة الصحراء ناخد بعيدة نص listening الثاني تكلمني هنا على A list of the new seven wonders of the world was made in 2007 عمله قائمة بتاع عجاب الدنيا السبعة بتاع العلم اللي هي الحديثة بها عمله سنة 2007 The city of Petra اللي هي مدينة اسمها Petra in Jordan في الأردن was named يعني يطلق عليها as one of them أحد هذي العجاب الدنيا السبعة ده تاج محل is also in the list كمان تاج محل موجود في الليستة this beautiful monument اللي أثر جميل ده was built by shah jihan أو jahan طبعاً اللي عمله اسمه shah jahan ليه بقى to remember his wife عشان تذكر زوجته ممتاز محل another new wonder of the world is a great wall of china وكان فيها عجبها كمان العجاب ديها كانت سور السين العظيم not many people know that the wall was built with an unusual ingredient rise هذول ان في بعض الناس أو العديد من الناس ما يعرفوش اني السور السين العظيم ده تم بناءه بطبعاً مكون غير عادي من الأرز ناخد بعكدها في لسن فور black beauty قصة black beauty ده طبعاً اسم حصان القصة اللي ألفتها واحدة اسمها buy an asshole القصة اسمها الجمال الأسود ده اسم الحصان اللي بيحكي القصة بتاعته بول هنا the next winter طبعاً ديها ممكن تجيلك بارغراف الامتحان آخر السنة خلي بالك the next winter was very hard for all the horses بولك الشتاء التالي كان قاسي جداً على كل الخيول the weather was terrible الطاقسي كان سيء جداً there was rain every day كان فيه أمتر كل اليوم and it was often windy وغالباً بتبقى في رياح شديدة أو عاصف some of the drivers were very poor بعض السنة التي يكون بتوع الخيول ديت كيتفقرة جداً so their horses worked all night عشان كده الخل بتاعتهم كي بتعمل طول الليل other horses didn't have stables بعض الخل التانية يعني مكادش اي عندها استبلط أصلاً they stayed out all night كانوا بيناموا طول الليل أو بيبقوا طول الليل and the good wit and the cold بيقوا في الخارج طول الليل وبيبتلهم وكما بيبردهم I was lucky أنا كنت محظوظ because Jerry was a kind owner كان طبعاً اي مالك طيب and I was always put in a warm stable وكنت دايماً يتم وضعي فيه استبل دافئ One day في يوم الأيام Jerry and I waited for work next to a bar أنا وجيري كنا متوظرين طبعاً للعمل كان بحضيكو I watched as an old carriage drove up next to us وقدت طبعاً يعني عربية تقولها الخيول العربية قديمة طبعاً كانت ايه بقوارنا It was pulled by a horse who was thin and looked tired كان اللي بيسحب العربية ديت يعني أحد الخيول كانت نحيفة وشكلها متعب I looked again بصت لها مرة تانية and I saw that it was my old friend Ginger وقدتها طبعاً صدقت الايه القديمة Ginger She looked terrible كان شكلها فضيع We talked for a short time يكلمنا ليه لبعض الوقت القصير Ginger was very unhappy كانت غير سعيدة She had had many different homes and worked very hard كان عندها طبعاً منازل كتيرة وكانت بتعمل بجد منازل كتيرة معناها كده ان هي بتنبع كل شوية الحدي تاني All her owners كل الملاك بتوحة were unkind to her كانوا غير طيبين معاها And they treated her badly وكانت بعملها بسوء You are my only friend Ginger told me Ginger قالت لي انه انا يعني صديقها الوحيد Before her owner drove her away قبل ما صاحبها طبعاً يقودها بعيداً I understood That انا فهمت النائبة I had a much better life عند حياة افضل than many other horses من خيال تانية كتير جدرنا دلوقتي مع حل اسئلة على الجزء الخاص بكلمات وزي ما اتفقنا هنحل دلقريباً دلوقتي حوالي 16 سؤال وقف الفيديو وذكر الجزء اللي فات لواحدك حل الاسئلة ديت كلها بعد كده شغل الفيديو تاني وعرف اجابتك صحة والغلط وعرف السبب بتاع الحل وطمئن على مستوىك في التعليقات وكتب لي جبت كامل 16 في كلمات الدرس الاول والتاني وحبازة بقى لو عملت كمان لايك ويبقى قطر الف شيرك نبدأ مع اول سؤال اقرأ واكمل النص بكلمات الموجودة في اللستة مبدئياً انت عندك 6 كلمات في اللستة عندك 4 فراغات في الفكرة اذا عندك كلمتين زيادة وخلي بلك من نقطة دية احد الاربع فراغات خاص بالجرامر طب عشان احل السؤال صح اقرأ الكلمات وفاهم معناها اقرأ الفكرة مرتين ثلاثة وابدأ احل سؤال اول باول ولو عندي اول نقطة صعبة ممكن نسيبها تبقى سهلة في الاخر نشوف كده في طبعاً حفريات كتيرة في منخفض الفيوم طبعاً هنا اكثر حفريات مذهلة هي طبعاً ايه؟ حفريات الحيتان مئات الحفريات بتاع الحيتان القديمة هنا بقى حاجة خاصة بالجرامر يعني تم اكتشافها بواسطة علماء مش هتكتشف نفسها يبقى نقطة ثلاثة هو اللي هنا اتواد الحيتان بعض علماء اكتشفهم ان الحيتان دي كان لها ارجل عشان كانت محفوظة بطريقة جيدة وطبعاً يعني بعضها كان طولك واحد وعشرين متر في ليه؟ فالطول يبقى نقطة ثلاثة تمام؟ هل يبقى كاسر تتشوز؟ نقطة ثلاثة كل عام العديد من طبعاً نيو هنا يعني جديد يعني دائماً فصائل جديدة في الحيوانات والنباتات يتم اكتشافها كلمة discover هنا نفس المنع بتاع ايه؟ طبعاً كلمة find out يكتشف نقطة ثلاثة the antonym of the word near is مضاد كلمة near near يعني قري يبقى عكسها remote وممكن تبقى فار بس كلمة فار مش مكتوبة number three we add the prefix نضيف طبعاً الحروف هاو الكلمة الحرف الهين to get the opposite عشان نجيب المضاد of the word popular بتاع كلمة popular طبعاً عشان نجيب عكسها يبقى هنا unpopular غير مشهور number four ancient and old are نقطة كلمة ancient وكلمة old اللي اتنين طبعاً بيساوا بعض يبقى synonyms متراضي فات number five نهضة مصري is a big company شركة نهضة مصري دي شركة كبيرة ذات نقطة many books طبعاً بتقوم به بطباعة العديد من الكتب يبقى publishes number six or an is a person who owns or has something ده شخص بيمتلك او بيبقى عنده شيء ما يبقى الشخص ده ايه طبعاً owner المالك او صاحب الشيء number seven my father is so kind بابا طيب جداً the antonym of kind is طبعاً مضاد كلمة kind هاي بقى ايه تبقى طبعاً كلمة cruel يعني قاسي number eight the pharaohs be reserved their dead bodies well الفراعنة يعني احتفظهم او حفظهم على الأجسام الميتة بتاعتهم بتركة جادة لهو الطحنين بتاعهم يعني this means that they them will معنى كده انهم ايه they kept them well احتفظوا بيها بطرقة جيدة number nine a or an او هنا اه بس is a building or number nine and what is a building or a place where a horse sleeps ده مبنى او مكان الحصان بينام فيه طبعاً stable الا stop number ten to get the noun of the verb pollute add the suffix عشان تحصر على الاسم من كلمة pollute اللي الفعلي معناه يلوث بندفلها ايه اندفلها i o in pollution number eleven a group of animals or plants of the same kind is مجموعة من الحيوانات او النباتات من نفس النوعات وطبع ايه يبقى هنا is species يعني فصائل number twelve ايه جبت هذه many nodes that attract lots of tourists مصر فائق كتير بيجذب العديد من السياح طبعاً فيها اثار يبقى هنا monuments تمام يدورنا دلوقتي مع الجزء الخاص بgrammar هنكلم على the passive simple passive المبني المجهول في زمن الماضي البسيط وانا قبل كده اللي انتم تفاكرين في الدرس الاول والتاني لما كنا بنشرح المبني المجهول خدنا المدرح البسيط وانا اصلاً مبني المجهول معناه ان انا بركز على الشخص او الشيء اللي وقع عليه الفعل يبقى دي اول نقطة خاصة بالايه بالمبني المبني لايه للمجهول بالماضي البسيط كمان ممكن عند عدد معرفة الايه من قام بالفعل لما اعرف مين اللي مقامش بالفعل برضو بجيب مبني المجهول بالاتنين دول معناهم مبني المجهول يبقى انا بجيب مبني المجهول امتى اذا لم اكن اعرف من قام بالفعل اللي انا مش عارفه وكمان لما عاوز اركز على الحدث او الشيء او الشخص الواقع عليه الفعل مثلاً العلماء اكتشفهم مئات الحفريات طبعاً بتاع الحيتان القديمة سنة 1902 ديات مبني المعلوم ليه؟ لان الجملة اصلاً بدأ بفاعل وبعد الفعل والمفعول يبقى هنا عندي ثلاث حاجات السياح في الجملة عشان اخليها مبني المجهول ابدأ بالمفعول دي كلها في محل ايه؟ مفعول ليه مصر ليه ممكن اكتبها وممكن مجيبهاش تمام؟ طب عارف ازيه المفعول قلنا المفعول بيجي بعد الفعل هو الذي وقع عليه فعل الفاعل تمام؟ ديات اول حاجة ايه؟ المفعول بعد كده الفعل وطبعاً التكملة وطبعاً التكملة ممكن اجيه باي ساينتسيس او ما اجيبهاش نشوف الكلام ده بالتفصيل وبنحاوله ازاي؟ لو هحول جملة مثبتة في الماضي البسيط من مبني المعلوم اكتف الى مبني المجهول زي ما قلت من شوية لازم ان احدد ثلاث حاجات في الجملة وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت الفاعل اي الفعل بوت اموبايل المفعول يبقى عندي كم حاجة؟ عندي ثلاث حاجات رقم واحد الفاعل اتنين الفعل تلاتة المفعول طب دي بيقولي هنا انا اشتريت موبايل بالامس عايزة خليها من مجهول هبدأ بايه؟ هبدأ بالمفعول برافع كله ايه؟ اللي هو رقم تلاتة يعني انت بتجيب رقم تلاتة في الاول بعد كده الفعل اللي هو رقم اتنين يحول نجيبه صغة ايه؟ زي التصريف التالت تمام؟ ده الفعل زي ما هو طب انا قلت وز ليه؟ عشان موبايل يبقى الفعل بيجي حسب الفاعل او المفعول اللي جيه قابله في المبني المجهول بعد كده ممكن اجيب الفاعل في الاخر اقول او ما اجيبهاش والتكملة عادي جدا انه فيش مشكلة يبقى هنا الجملة معناها ان الموبايل تم شراءه بالامس ممكن اقول بواسطة او ما اقولش انا هنا ركزت على الحدث مثال تاني منال دي تفاعل كوجد دي تفاعل اجز المفعول اول حاجة هبدأ بايه؟ او الاول هنا جملة المبني علوم فيها منال دي تفاعل وهنا كوجد ديت الفعل و اجز ديت المفعول هبدأ بايه؟ برافو هبدأ بالمفعول رقم تلاتة هاجيبها في الاول بعد كده الفعل رقم اتنين زي ما هي طيب هنا وانا بحول هنا قلت اول حاجة اجز ديت اسم جمع فقلت وير عشان اجز اسم جمع تمام؟ باقي اجيب تصريف تلات من الفعل الموجود عندي لانه تكوين الماضي البسيط في المدى المجهول اجيب مفعول في الاول زي ما قلنا من شوية اجيب اوز اوير وتصريف تلاتة وممكن اجيب الفاعل مزبوكه بكلمة باي او ما اجيبوش مفيش مشكلة والتكملة زي ما هي يبقى البيض تم اعطاهه في اناء كبير نفس الكلام ده هطبقه عن نفي الجملة المنفية في المدرعة البسيطة اللي انت تفاكرين فاعل ديت انت سائد المصدر طبعا عايز اخلي الجملة ديت في المدى المجهول ركز معاي نفس الخطوات او الحاجة هي نفس الخطوات اي الفاعل الفاعل انا لم اقم بارسال الايميل يبقى هنا رقم واحد الفاعل اتنين الفاعل ثلاثة المفعول هنا عايز اخليها مبنى ان اقول قبل ما تشغل في اي حاجة وتحول اشتب الاول لان ديت انت بنحزفها ولو كان في المدرعة ديت انت ازاي مولت قبل كده بنحزفها ياو ديت انت عزفت ديت انت بس انا فاكر ان الجملة ماضي ماضي منفي ركزهم لازم ان يتفتكر ان هي منفية هبدأ بايه هبدأ بالمفعول المفعول هو ايه the email بعد كده wasn't sent طبعا انا ليه قلت wasn't sent طبعا الايميل ديت رقم ايه تلاتة لانها المفعول ديت رقم اتنين الفاعل انا في الاول بقى جيب التصريف ثلاثة من كلمة send هتبقى sent وانا بنجيب قبلها was aware وجيبتها من فيها عشان كان فيه didn't لما حزفتها يبقى الايميل لم يتم ارساله مثال تاني my mother ديت الفاعل didn't make ديت الفعل ديت المفعول يبقى عندي كم حاجة تلات حاجة الفاعل والفعل والمفعول عايز بقى احاول الجملة اللي بابن من اجهول ماما لم تقم بعمل الكيكة او هنا ما اصبها ايه الكعك يعني او الحلوة هبدأ بكلمة ايه تمام ديت المفعول والفعل أنا اللي هي جبت تاني بأكد عليها هل هي قلت وما قلتش يا مصدر كلمة ماظر مفرد هجيب لا اللي قبلها على طول اللي هي المفعول كوكيز يبقى الفعل يبقى عن ما قبله يبقى كوكيز ويرنت ماد ديت راقم اتنين زي ما هي ممكن اقول باي ماي ماظر او ما اقولهاش وما فيش مشكلة اقول اتنين صح طب لو هكون سؤال في المبني المجهول طبعا فاكرين انت اكون السؤال في الماضي البسط قلنا ديت فاعل مصدر ديت فاعل مصدر نفس ما كنت بعمل في الخطوات اللي فاتت بس مع زيادة بلننا هايه هحزف ديت تمام زي ما حزفت وكون تكوين عادي جدا هنا اقول لك هل انت قمت بكتابة هذا الخطاب فين المفعول الخطاب هبدأ به بس هجيب قبل لان انت سؤال مشانا كنت بقول مفعول تصريف ثالث المرة هقول مفعول تصريف ثالث هقول مثلا هل هذا الخطاب تم كتابته نفس الكلام هاجي عندي هنا سؤال تاني بحزفها هل المصريين اخترعهم ايه الطابع هزفت طبعا لانه سؤال بحزف هبدأ بايه لان ده سؤال فجبت عشان طابع جمع لانها هتبقى المفعول قلت وتصريف ثالث من هل الطابع تم اختراعه بوسط المصريين نفس الكلام هتطبعه على السؤال بتاع عادات للصفهام نفس الخطاب بالزبط ما عدا خطوة زيادة بحط عادات للصفهام قبل ايه قبل وز او وير لان تكون السؤال اصلا كان عندي في المبنى المعلوم ادات السفهام ديد فاعل مصدر خلتها ايه ادات السفهام وز او وير مفعول زائد المصدر فهنا مثلا متى قام الصينيين باختراع الورق احنا قلنا بنحزف ايه بنحزف ديد طيب مصر بنحزف ادات السفهام لا متحزفهاش يبقى هنا وين ديد هنا طبعا لم يقول لي متى تم ما خلي بالك متى قام الصينيين بايه باختراع الورق فانا خلنا بنجول طبعا حزف تدد على حساب اللي هو المفعول يبقى الورق هنا يعمل معاملته المفرد مدى تم اختراع الورق سال تاني وفي ملحوظة وخلي بالك زي ما قلناها المرة اللي فات ما الذي قام بعمل اول بيزا طبعا هنا هو بتسأل عن الفاعل العقل فطبعا مش هتلاقي فاعل في الجملة فمش هنجيب فاعل وانا بحول تمام لكن هنا انا بقول هو زي ما هي ماد بقى المرة دي هجيب قبلها يبقى هنا هو زي فاعل مفعول ماد واكتب باي ليه قلت باي عشان انا بسأل على الفاعل العقل جيدونا دلوقتي مع سيلة خاصة بالجرامر راجع الجزء اللي فات كويس حل الاسئلة لوحدك وقف الفيديو حل الاسئلة لوحدك بعد كده اشغل الفيديو تاني عشان تعرف كابتك صح والغلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل طب مننا على المستوات في التعليقات وكتب لي جيبتي كام من عشرين في اسئلة الجرامر متاع الدرس التالت والرابع في الوحدة السبعة وخلي بالك ان تفعلك معنا بشجعنا عشان نستمر وحبزا لو عملت لايك يبقى قطر الف شيرك نبدأ معاول حاجة نمور وان وانت بتحل زي ما قلت لك المرة الفات تسأل نفسك سؤال واحد حل الجملة بادئة فاعل هيبقى الجملة مبني المعلوم يبقى انا هجيب تكوين الماضي البسيط اللي هو التصريف التاني للفاعل ولا الجملة بادئة بمفعول يبقى هنا مبني المجهول يبقى انا هجيب والتصريف التالي يا ترى المنزل هنا هيبني نفسه ولا تم بناءه لا تم بناءه المنزل مفرد يبقى هنا وال كلمة بيلد هتبقى بيلد حفظة تصرفات الافعال مهمة جدا ونبهتها على كلام ده قبل كده نمور 2 هنا طبعا بقول الصورة ديت يعني تمر اسمها بواسطة مين اختي طبعا هنا احنا قلنا بواسطة لياباي وقلنا قبل كده النباي ممكن تبقى علامة من علامات المبني المجهول لو جي بعدها الفاعل نمور 3 وين وز بيترا بيترا احنا قلنا دي مدينة في الاردن مدى تم ذكر او تسميت بيترا كاحد عجائب الدنيا سبعة الحديثة في العالم طبعا هنا اجاب لي ده سؤال ادت صفاة موز ومفعول يبقى هنا هجيب تصريف ايه ثالث تمامي نمور 4 المهمة او الوظيفة تم عملها بواسطة ايه يعني عامل جيد ده شيء ممتاز ورائع هنا فاعل ماضي انا هنا الوظيفة تم عملها يبقى مابني المجهول يبقى ووز دون تمام نمور 5 مصر ما وصح يبقى الليستة مفرد طيب ما هو بقولك سنة 2007 ركز بقى المفرد تبقى ايه تبقى ماضي ووز بوقعت الله بطولي ده هتبقى عشان هنا جمع لا ده بقول الليستة كلها بتاعها جائب الدنيا سبعة دي الليستة واحدة يبقى ماضي ومفرد هدفين هيحرزوا نفسهم ولا تم احرزهم لأ تم احرزهم بوسط محمد صلاح يبقى هنا الاتنين جمع يبقى وير وبكلم في الماضي يبقى 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 وير سكورد بقى محمد صلاح نمور 7 هل كلها سئلة يطرها هتجاوب نفسها لأ تم اجابتها يبقى هنا وير جابها ليه في الاول يبقى أنا أجيب التصريف الثالث من كلمة هتبقى نمبر 8 من اللي هقولت عشان بيقول لي yesterday والماضي من read read اختفى في النقط لكنها نفس الحروف الرواية اللي أنا قردتها مبارح طيديات جملة وقبل التصريف تلات بس يبقى أنا محتاج ايه محتاج وز أو وير وهنا بيقول الرواية بأوز يبقى هنا نمبر 9 الدرس اللي احنا فسرناه وشرحناه بطرقة جيدة كلنا ايه فهمناه طب هنا الدرس ده يا ترى احنا شرحناه ولا تشرح لنا بقولك احنا فهمناه يبقى مش انا اللي بنشرح احنا تمت شرح لنا طب والدرس مفرد ولا جامع الدرس مفرد يبقى وز وبعد كده تمام نمبر 10 وين نقط ديد زي ما سيجي سين متى تم ارسال الرسالة ده سؤال يبقى بعد وين بيجيب وز أو وير وتصرف ثلاث قاله لي سنتي في الآخر وهنا الرسالة مفردة يبقى ايه يبقى ووز تمام نمبر 11 هذه الاشجار طبعا هنا بلانت معنى يزرع مش معنى نبات يبقى الاشجار ده تم زرعه بواسطة الطلاب بتقول المدرسة الماهرون او الاولاد الماهرون والصف اللي فات يبقى هنا عايز وز أوير طبعا هتبقى وير ليه لان ده اسم جمع ليا تريز وطبعا تصرف ثلاث من كلمة بلانت بمعنى يزرع تبقى بلانتد زرعا يبقى وير بلانتد تم زرعوها نمبر 12 غرفتك فوضوية فيها فوضى ايه نوعات نوت طايد ياسر دي لم يتم ترتبها بالامس انت هجيب كده مابنى مجهول وايه ومنفي كمان يبقى انا هعمل ايه طبعا بجيب وز أوير الغرفة تعتبر مفرد بقى هنا وز اوعى تنسى وزنت منفية وبعد كده كلمة طايد الماضي منها طايدت بحاول الواي الى آي اي دي لان قبلها حرف ساكن لما الواي بقبلها حرف ساكن زي دي بحاولها الى آي اي دي لما عاوز اجيبها في الماضي نومبر 13 the order not delivered three days ago عايزو لك هنا الطلب تم تسليمه من ثلاثة ايام خليبك من كلمة delivered delivered يعني تم تسليمه اذا انا بتكلم هنا على مابنى المجهول يبقى هنا was تمام نومبر 14 that photo not took by my uncle when we were in Alex الصورة ديت تم التقاطة بواسطة عامي لما كنا في سكندرية صورة واحدة يبقى was والتصرف ذات من كلمة took اللي اصلها take يعني take took taken bravo عليكم هي بصدر صرفات لها فعالة يا جامعة مهمة جدا فكزهم نومبر 15 the earth quake لو الزلزال was caused the disappearance of old houses in Syria كان السبب انه هو اخفى منازل قديمة في سوريا ده مين ده ده الزلزال طب هنا الزلزال هو الان بالفعل هو الواقع عليه الفعل عشان ما اتلخبطش ده واقع عليه الفعل يبقى انا اجيب ماضي بسيطة عادي يبقى هنا caused عشان كان بتلك يسأل نفسك ده الان بالفعل ولا الواقع عليه الفعل نومبر 16 how not did the building damaged يعني هنا عايزو لك ايه ازاي المبنى ده تم تدميره المبنى تم تدميره ازا ده مبنى المجهول يبقى جيب was aware وده المبنى مفرد يبقى was نومبر 17 the those اللي هي الزهورية بتاع الوردة مثلا is broken on the day we went out يعني اتكسرت في الوم اللي احنا خرجنا فيه انت بتكلم في الماضي عشان نقلك went out خرجنا يبقى ماضي يبقى was عشان جيب لك تصرف ثالث بعده نومبر 18 when was your mobile phone يعني متى كان الموبايل فون بتاعك ايه المفروض هنا فوقي ده مش هنفقده بقى يبقى عايز تصرف ثالث يبقى lost لان هو جاب لك هنا was نومبر 19 who break the glass of this window مين الكسر الزجاق بتاع الشباك ده هو هنا بيسأل على العاقل الفعل العاقل فبالتالي مش هجيب هنا فعل في الجملة يبقى انا هجيب الماضي يبقى ايه who broke مين اللي لقى بالفعل يعني تمام نومبر 20 our car didn't start again السيارة بتاعتنا ما اشتغلتش تاني because it not didn't لان لم يتم تصلحة رأي جيدة السيارة مفرد وهي مفعول هنا يبقى wasn't يبقى جيب wasn't اوير بس هجيب wasn't عشان مفرد ومن فيه عشان didn't من فيه ناخد بعد كده skills اول حاجة في المهارات write it right اكتب بطريقة صحيحة how to write a short story ازاي تكتب قصة قصيرة وده يا جماعة موضوع متوقع في امتحان اخر العام بفكركم من دلوقتي واتقول مسترحمد قال لنا كيفية كتابة قصة قصيرة اول حاجة عشان تكتب قصة قصيرة خليباك من الحاجات المهمة اول what's the story title لازم تكتب الاول عنوان اللي ايه القصة تاني حاجة اسمها ايه او نوحها ايه الاول من المؤلف من الشخصية الرئيسية لو تعرفها ايه الحادث الرئيسية ما الحادث الرئيسي في القصة يعني تعلمت منها ايه مدى تم نشرها ده حاجة مهمة جدا لازم انتعرف وطبعا انت بتقول معلومات اساسية عن الموضوع اخبر القراء بالعنوان الكامل العمل اسم المؤسسة اسم المؤسسة بتاعت التأليف العمل ده يعني التفاصيل يجب ان تكون دقيقة عشان تريح نفسك الموضوع ده احنا قرناه في الليه في الليسنينج والريدنج اسمه الجمال الاسود ده اسم حصان كان بيحكي قصته اللي لفت القصة دي اناسول ودي قصة اطفال اقرأها اطلع منها بافكار ويا ريت لو تقدر تركز او اطلع افكار كويسة وحاول تكتبها الوحدة اكتر من مرة بتراعي السفات بين الكلمات اول حفرة من جملة اخر جملة فيه فلسطوب متغلطش في وما تشطبش عشان ده كله عليه درجة ولو عندك اي سفسار اكتبه في وارد عليك ان شاء الله فاره بوقت وطبعا في الامتحان يقول لك وغالبا بتيجي كده ما يحدد لكش قصة معينة فانت بتذكر قصة كويس او قوي وتكتبها كويس في الامتحان ناخد بعد كده اختبر نفسك بيجيب لي ست ست كلمات في الليستة جايب لي في الفقرة اربع فراغات يبقى عندك كلمتين زيادة زي ما قلت قبل كده وانت بتحل بتقرأك كلمات الاول تفهمها كويس بقى كده ابدأ حل بعد ما تكون قرأت الفقرة مرة تنو وتلاتة وتفهمها ولو عندك اي مشكلة في اول جملة سيبها للاخر بتبقى سهلة وخلي بالك احد الاربع اختيارات دول او الفراغات دول واحدة خاصة بالجرامر نشوف كده دي قصة التي تم كتابتها دي قصة بالجرامر منولها يبقى كان عنده صديقة اسمها كل طبعا مين كل الملاك بتوح اللي كانوا بيمتلكوها كانوا بيعملوهم عاملة سيئة او treated her badly black beauty was because his owner جيري was kind لان صاحبه كان طيب وهو دلوقتي يبقى هو محظوظ كده يبقى was lucky he used to pull a for jerry كان بيقر ايه عشان jerry طبعا هنا courage بيقر الايه العربية ان كلمة courage معنا عربة تقرها الخيول he had made او he had a much better life عنده حياة كان عنده حياة يعني افضل than many other horses من طبعا ايه خيول كتيرة ناخد بعد كده القطعة بتاعتنا وانتفقنا قبل كده احنا بنحل القطعة بنعمل ايه ونستخدم حاجة فاكرين اسمها ايه معناها كراءة عابرة وسكان معناها كراءة وبيعمل تدقيق فيها بدأة يعني شوية عشان اوصل لمعلمة معينة طبعا هتطبقى الاتنين دول ازاي طبعا انت كده بتقرأ القطعة مرتين المرة الاقلانية بعمل بقرأ الموضوع بالصورة عابرة لو قابلني كلمة صعبة بيصيبها او اعمل تحتها خط عشان استنتكها بعد كده طب والنقطة التانية او المرة التانية بقرأ الاسئلة الاول وبعد كده ارجع اقرأ الفقرة تاني واركز على بعض الاجبات اللي نحوز نشوف كلام فيه طبعا قائمة خاصة بعجاب الدنيا السبعة الجديدة في العالم تم عملها سياتة 2007 طبعا الصور الصين العظيم تم بنقاه من وقت بعيد جدا في الماضي طوله اكتر من 13 الف ميل في الطول المدينة القديمة بتاعة بيترا في الأردن تم بنقاه على الصخور من ألاف السنين The third is a famous statue of Christ the Redeemer in Brazil Christ the Redeemer ده اسم تمثال موجود في البرازيل It's enormous ده ضخم And stands high up on a mountain overlooking the city of Rio de Janeiro طبعا ريو دي جانيرو ديت مدينة مشهورة في البرازيل بيقف على جبل وبيطل على المدينة بتاعة ريو دي جانيرو The fourth wonder العجيب الرابع The ancient ruins اللي هي بقى الأطلال القديمة Of Machu Picchu in Biro ما كان اسمه Machu Picchu في مدينة اسمها بيرو أو بلد اسمها بيرو It was built by the Angus of long time ago تم بناءها بواسطة يعني اسمهم الانكس من فترة طويلة جدا The fifth is the Roman Colosseum in Italy Roman Colosseum اللي هو المتحف الروماني المتحف الكوليسيام موجود في إيطاليا It's a biggest stadium أستاذ كبير The sixth is the Taj Mahal in India It's sadist Taj Mahal في الهند It's a beautiful palace أصر جميل Built by a king for his wife اللي بناء الملك من أجل زوجته عشان يفتكرها The final wonder is آخر عجيبة من العجيب The Chichen Itza in Mexico طبعا هنا في المكسيك في مكان اسمه إيه؟ أو عجيبة اسمها The Chichen Itza ده عبارة عن إيه؟ It's an ancient city مدينة قديمة That was built by the Mayans اللي تم قام بناءها إيه؟ ناس اسمهم الميانز نشوف كده الاختيارات طبعا هي فيها شوية حاجات صعبة شوية بس يعني بسيطة أول جملة In India في الهند The king built a palace for his الملك بنتاج محل لأجل مين؟ طبعا فاكرين؟ قمناها في الريدنج ومتاز محل يبقى عشان زوجته لها وعيف Number two This list of the new wonders was made اللي الساديات بتاع العجيبة الدنيا الجديدة أو الحديثة يعني Years ago أنا عملت من كم سنة؟ ركز بقى احسب بقى احنا في سنة كم؟ 2024 وهنا عملت سنة 2007 اخصم كده اطرح هتيبقى 14 سنة لا يا مصر مش 14 17 سنة فعلا يبقى 17 تمام؟ لأن لو حجمعت السبعة و 17 و 7 يبقى 24 Number three The word enormous means ونورمس احنا قلناها في القطعة معناها ايه؟ طبعا معناها big تمام؟ بعد كده هنقوم بقى سلة answer Number one What is the main idea of the passage؟ ايه الفكرة الرئاسية بتاع القطعة؟ طبعا The new seven wonders of the world عجابة الدنيا السبعة ايه الحديثة او الجديدة What does the underline pronoun it refer to؟ كلمة it تشير الي ايه؟ هنرجع القطعة بسرعة كاتفين it موجودة ايه؟ جات بعد ايه؟ لما قال لي عشان تجيب الجملة او الحاجة اللي بتشير اليها كلمة it لازم انتعملكة تجيب جملة اللي قبلها على طول The second wonder العجابة التانية The ancient city of Petra in Jordan يبقى ايه التعود على مين؟ حتى بقولك It was built into تم بناءها على صخرة من الاف السنين يبقى هنا بيكلام على City of Petra in Jordan تمام؟ Number six What other wonders ايه العجابة التانية؟ Do you want to add to this list؟ ايه العجابة التانية؟ لانت عاوز وضيفها على الليستة؟ طبعا العجابة التانية فاكرين؟ ممكن نضيف مسلا كان مفروض كان قال لعرامات بس العرامات دي من قادم جدا ممكن نضيف مسلا مكتبة الاسكندرية The library of Alexandria مكتبة الاسكندرية نحن لبعا كلا سؤال تشوز Number one Annot is something that people travel in and it's pulled by a horse نطعم بلده شيء الناس طبعا سفرت بتسفر فيه يعني And it's pulled by a horse ويتم يجرع عن طري الخيول يبقى هنا carriage ليه carriage بقى ليه عربة تجرها الخيول Number two Annot is the remains of animals بقايا الحيوانات or plants أو النباتات That lived in the bus اللي كنتعيشها في الماضي يبقى أنا بتكلم على فصل لحفريات تمام Number three To get the opposite of happy add the prefix عشان أجيب مضاد كلمة happy بأضف لها إيه في أولها أضف لها يوقعني بأنهابي Number four The people in that destroyed village الناس اللي في القرية المدمرة ديت aren't safe ليسوا في أمان They are هم إيه بدل مش في أمان يبقى They are in danger في الخطر معرضين للخطر Number five مو صلاح is known world wide مو صلاح معروف على مستوى العالم He is very هو very إيه يبقى very popular مشهور Number six The weather is warm to die الطاقس دافئ اليوم The antonym of warm is مضاد كلمة warm warm يعني دافئ يبقى عكسها طبعا يبقى عكسها كلمة cool يعنيها بارد بعد كلمة البنقسين سؤال خاص بالgrammar Number one The statue of the Sphinx مثال أبو الهوي was making like a lion تم عامله مثل الأسد with a person's head مع رأس إنسان هنا طبعا ما ينفعش أقول was making ماله ليه ده هنا ما يبقى مجهول يبقى was رفع عليك meant Number two who was the tash محل built by طبعا هنا جاب لي was وجاب لي مفعول يبقى تصريف ثالث built تمام Number three the delicious meal was made by nada علa made it herself إزاي مصر طب ما هو ستنفع طب ركز في المعنى ده بولك علا اللي عملتها يبقى ندا ما عملتهاش يبقى مفروض هنا تبقى ايه تبقى wasn't شوف سألك فيه سألك في النفي Number four بنسلين اللي هي مدت البنسلين is discovered in 1928 by Alexander Fleming Alexander Fleming هو اللي اكتشف البنسلين طبعا ده كان في الماضي يبقى هنا يبقى was ما number five the first bantheon in Rome buried down by a fire in around 80 CE يعني 80 زي نقولهم ايه ميلادية هو هنا طبعا هو مش تتم دفنه مش هيد في النفس وزي تم دفنه يبقى من المجهول ايه وفي الماضي يبقى كتبها ايه يبقى was تمام burned بسبب الحرك ده اعنا اختفى خالص يبقى was burned بعد كده story you like تريد وحنا قلناها من شوية نكمل بعد كده اهم كلمات في lesson the five and six اول حاجة avoid avoid clarification clarification control control deforestation deforestation endangered endangered fur fur gold colored gold colored lifestyle lifestyle loss mongoose تنفع قول mongoose ممكن قولها mongoose الوان نمس الاحيوان طبعا personification personification population population roundabout roundabout seeds seeds skill skill tongue twister tongue twister tongue twister tongue twister volcano volcano كلمات اضافية aim 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 flood flood habit 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 hole hole humans humans hunt hunt label label level level mainly mainly seashells seashells turning turning wild wild ناخد بعد كده checkpoint choose and complete جاب لأربع كلمات وثلاثة أسئلة expensive codes are made of animals بلنا طبعا اللي هو البلط والغالي مصنوع بواسطة إيه خاص بالحيوانات طبعا fur الفرو بتاع الحيوان number two it's my mother's not to have a cup of coffee every morning طبعا عدة ماما استناول في نجال قهوة كل يوم الصبح يبهينا habit number three governments build them the two floods الحكومات بنت سدود طبعا عشان تتحكم في الفيضانات يبهينا control floods ناخد بعد كده words synonyms and antonyms المرادف والمضاد active نشيط ديها صفة بتساوي energetic نشيط وعكسهم lazy كسول طبعا العكس ممكن نقول antonym أو opposite والمرادف synonym أو meaning confused مرتبك أو مشوش بتساوي buzzled مرتبك وعكسهم organized مرتب explain ياشرحه ويفسر بتساوي clarify أو clear up يوضح وعكسهم confused يشوش أو يربك introduction مقدمة طبعا هنا بتساوي beginning البداية وعكسهم conclusion الخاتمة organize ينظم بتساوي arrange يرتب وعكسهم disarrange لا يرتب several عديد بتساوي many كثير وعكسهم none لا أحد أو لا شيء thick سميك أو كثيف بتساوي dense كثيف وعكسهم thin رفيع تعبارات لغوية cross the road يعبر الطريق do research يقوم بعمل بحث have a rule لديه دور play a rule يقوم بدور أو يلعب دور هروف الجرل بربوزيشن بقى ask for يطلب because of يسبب أو بسبب هنا بقى famous for مشهور بي get from مكان معين to ويجيب لي مكان تاني يصل من إله look after يعني تاني بي mean by يعني بذلك جايب لي هنا أربع كلمات منهم حروف الجر ويجيب لي ثلاث جمل number one why don't you ask your sister some advice ليه ما طلبتش من أخطق نصيحة she knows all about fashion هي أطرف كل حاجة عن الموضة يبقى هنا ask for يعني يطلب number two we can't go out ما نقدرش نخرج because the heavy rain طبعا بإيه because of بسبب number three يبقى شو تبي active يجب أن تكون نشيط don't be لا تكن يبقى don't be lazy لا تكن كسول بعد كده تصرفات العفعال غير منتظمة البرزنت المضارع bite يعض الماضي bit bitten catch caught caught الجيئتش silent fight fought fought understand understood understood ناخد بقى كده vocabulary builder التعرفات في الأول active نشيط طبعا معناها someone who is active can move and do things easily الشخص اللي نشيط ده ممكن يحرك ويقوم بعمل أشياء بسهولة confused مرتبك unable to understand something clearly غير قادر إنه هو يفهم شيء ما بوضوح fill يملأ make something full يخلي شيء مليان so there is no space for any more of something عشان كده ببقاش في ايه يعني اي مكان فاضي لأي شيء تاني fair faro the thick hair that covers the body of an animal الإشارة الكثيف اللي بيغطي الجسم بتاع الحيوان نقول عليه fair faro label ملصق أو علامة ملصق تعريفة مثلا لشيء معين award بيبقى كلمة or phrase أو عبارة to explain things عشان يشرح الأشياء in a picture في صورة diagram أو شكل بياني mongos in names a small animal with a long body and tail حيوان صغير له طبعا جسمه طويل and tail وديل طويل which lives in africa and asia بيعيش في فروكيا واسيا بعد كده الصوفيكس والبريفكس الصوفيكس الأول هنا يقول لي كلمة differ يختلف أو يتباين لو دفصلها e n c e في آخرها أحول الفعل differ إلى اسم difference اختلاف direct يوجه لو دفصلها i o n أحول الفعل إلى اسم بقية direction اتجاه express يعني يعبر لو دفصلها ti o n هتتحول أو لو دفصلها i o n برضو دي تبعدي لو دفصلها i o n هحول الفعل إلى اسم بقية expression تعبير introduce لما ضف لها ti o n حاولنا الفعل الاسم بقية introduction مقدمة suit يناسب لما ضف لها a b l e بقت suitable مناسب حاولنا الفعل للصفة الprefix البادئة اللي بتجي فول ليه الكلمة dis لما ضفها لكلمة appear يظهر بتدي عكس المعنى يبقى دي سبير يختفي un لما ضفها لكلمة suitable بقت مناسب لها كلمة مناسب هتدي عكس المعنى بقت uncatable غير مناسب ناخد بعد كده تكلم على المونجوز اللي هو النمس introduction المقدمة there are about 30 different species of mongoses in the world فيه اكتر من 30 فاصل ونوع من النمس في العالم appearance مظهره a mongose has a long body جسمه طويل with short legs ورجل قصيرة and a long tail ودلو طويل their bodies are covered by thick fur جسمه مغطى بالفرو السميك skills مهاراته mongoses can see and hear very well طبعا بيشوف وبيسمع كويس جدا which helps them to find food and avoid danger بيساعدهم انو ما يجدوا الطعام وكمان يتجنبوا الخطر mongoses are famous for fighting snakes مشهور طبعا بقتل الثعابين they are able to kill snakes بيقدر يقتل الصعبان by beating them لما بيعدهم حبيتات الموطن بتاعه والبيئة بتاعته the mongose is found in africa موجود في افراقيا asia asia and parts of europe واجزاء من اوروبا it lives in forests wetlands or grasslands بيعيش في الغابات البيئات الرطبة وكمان البيئات العشبية under the ground تحت الارض or rocks او في الصخور in the 18th في بداية القرن 19 mongoses were taken to live in several islands in hawaii mongoses طبعا تم اخذهم عشان يعيشهم في جزر متعددة في جزر الهواي يعني and the caribbean وجزر الكريبي ليه to control the red population there عشان طبعا يتحكمهم في التعداد السكاني وزيادة نمو الفقران هناك انهما بيتغزوا على الفقران برضو however they are endangered وعن رغم انهما معرضين الخطر mainly asian because of deforestation ومع ذلك هما معرضين للخطر اساسا بسبب deforestation هنا لها معناها ازالة لغابات and loss of habitat بسبب ازالة لغابات وفقدان المواطن الطبيعي بتاعهم معرضين للخطر food الطعام بتاعهم mongoses eat small animals بيأكل حنون صغيرة such as rats زي الايل في اران birds الطيور frogs الضفاضع and lizard والسحالي and also seeds وكمان البزور eggs البيض and nuts والمكسرات lifestyle اسلوب الحياة mongoses are active طبعا نشيطة during the day أسناء اليوم and sleep at night وبينما في النهار although some live alone الرغم من بعضها بيعيش لوحده many live in large groups of up to 50 العديد منهم بيعيش في مجموعة بتصل إلى خمسين where each one has a rule to play كل واحد بيأليه دور يلعبه يقوم بي some hunt بعضهم بيصطاد and others والآخرين أو الآخرين look after the young بيعطنوا بالصغار they can live for up to 10 years in the wild طعم ممكن ايه يعني حياتهم بتوصل لحوالي عشر سنين في البرية ناخد بعكده نص كمان عبارة عن ديالك وبرضو ممكن يجي في الامتحان هانيا بتكلم ملك بتقول لها the sentence in this poem is a tongue twister قلت لها جملة اللي في القصديات يعني صعبة في النط فما لك مش فاهمة بتقول لها tongue twister مش فاهمة كلمة دي I'm sorry but I'm not sure مش متأكدة I am not sure I understand what you mean by that انا مش متأكدة ان انا فهمت اللي انت تقصدي ولا لا هانيا قلت لها I mean that it's very difficult to say انا قلت لها انها صعبة ان احنا نقولها فما لك بتقول لها could you give me an example ممكن تديني مثال هانيا قلت لها yes I will read it ايو انا هقرأ لك الجملة اللي بقول عليها she sells seashells on the seashells واخد نبالكم الحروف الاسم مع الشيء بتلغبط وطبعا ملك بتقول لها so when you say it's a tongue twister do you mean the letters in the words are all the same قلت لها يبقى انت لما قلت tongue twister فها صعبة في النط تقصد ان الحروف بتاع كلمات متشابها هانيا قلت لها they aren't all the same قلت لها مش كلها متشابها but they are hard to read صعب نقراها ملك بتقول لها no I'm still confused لأني لسه برضو مرتبكة متحيرة could you say that another way ممكن تقول لي اللي انت بتريده بطرأي تانية هانيا قلت لها okay in a tongue twister في صعوبة النط the words are hard to say together quickly كلمات صعب نمطعها مع بعضها بسرعة ملك قلت لها ah I see I understand that now لا ايوة فهمت انا فهمت الكلام دا دلوقتي ناخد بعد كده اقرأ كمان او قطعة كمان في الريدنج عن caracals اللي هو الواشق المصري او الكطة البري الابيرنس المظر بتاعه the caracal is a beautiful gold colored wild cat كطة بري لونه ذهبي وجميل with large ears في اذن اللي هي اذن كبيرة caracals are not very big ليس كبير جدا they grow to about 90 centimeters long المطعم بينمو بيكبرهم لحوالي 90 سنتيمتر في الطو skills مهاراته caracals large ears help them to hear very well طبعا هنا عايز يقول اني الازن الكبيرة بتاعة الكاراكل القط البري ده بتساعدوا انه يسمع كويس جدا they also have a lot of fur on their feet وعندهم فرو كتير على رجلهم او اقدامهم which makes it difficult for other animals to hear them بيصعب بيجعل من الصعوبة على الحيوانات التانية اني هتسمحهم when they are trying to catch them لما الحيوانات التانية بتحاول تصطاد الايه القط البري caracals can also jump very high ممكن يقفز عالي جدا and are able to climb trees وقدر يتصلك الاشجار حبيتات المطعم بتاعه caracals are found in many places in Africa موجود في اماكن في افريقيا and the middle east والشرق الاوسط they live in deserts بيعيش في الصحراء but also in grasslands and forests لكن ايضا في طبعا ايه البيئات العشبية والايه والفرس الاغابات food الطعام caracals catch and eat many animals طبعا الكط البري بيصطاد ويأكل حيوانات عديدة including mongoses بيشمل طبعا النمس birds الطيور and rabbits والايه الارانم life style اسلوب حياته caracals are usually active during the night and most live alone يعني عادة بيبقى ايه نشيد في الليل واغلب and most live alone وغالما بييه يعني بعيش لوحده mother caracals often live in holes that are made by other animals ممكن الامهات بتاع القط البري بتعيش في اماكن يعني تم حفرها بوسطة الحيوانات الاخرى caracals usually have between three and six babies يعني عادة بيبقى عنده ثلاثة لست ايه اطفال صغيرين بيبص صغيرين called kittens بيقعد مع ممتو لمدة عشر شهور وليسة طفل رديزة عمي نقول يعني ممكن يعيش اتناعشر سنة في البرية جيدوا لات دورنا مع حلقة سلعة جزء اللي فات بتاع كلمات اول سؤال عندنا كومبليت زي ما قلنا قبل كده ست كلمات في الليستة اربع فراغات في الفقرة واحد الخاص بالجرامر عندك كلمتين زيادة اقرأ الكلمات اقرأ الفقرة مرتين تلاتة لما تفهم معناها وابدأ حل ولو عندك مشكلة في اول جملة سيبلة الاخر احنا كده حافظنا صم اللي احنا قلناه كتير قبل كده نومر ون طبعا الكاركال ده يعتبر ايه كت وليه ايه طبعا ليه سيقول لهم هو كت بري ليه الارجل طويلة يبقى الواجه بتاعه قصير ودانه طويلة واسنانه طويلة موجود في افريقيا الشرق الاوسط وسط اسيا باكستان اند انديا ممكن يبقى طوله تسعين سنتي في الطول طبعا طوله الافقي يبقى بيكلم على وزنه بتاعه يبقى ايه يزن من ثمانية لتساتشر كيلو جرام طبعا الكاركال ده بيعمل ايه هو المفروض هنا بيكمل ولك يبقى هنا انسى بكلمة يقاتل بيكلم على الحقيقة مش عاوز ما اقول هنا وطبعا بيعمل ايه طبعا اكيد بدل بيقاتلهم يبقى هيعضهم يبقى بايت زي ما قلنا بيعمل مع الثعبان دي نمبر فور يقدر يقفز عالي جدا ناخد بعد كده طبعا يجب ان تتجنب تكون اصدقاء سيئين يبقى هنا القدرة على فعل شيء جيد هي تعتبر ايه بدلاها تقدر تعمل حاجة كويسة يبقى انت عاكد عندك زي ما قول عندك مهارة يبقى سكل امام في فياضرات كتيرة في بلاد عديدة بسبب ايه بقى طبعا بارتفاع مستوى سطح البحري يبقى هنا لتر سي نمبر فور بندف الحروب بقى لفقر الكلمة عشان نغير الفعل سوت الى صفة وانا ندف لها مناسب نمبر فايف يبقى احنا هنا بنعمل ايه بننظم الاحديث الاجتماعية وغالبا بنخرج مع بعض وبنرتب الكلام ده يبقى هنا organize نمبر سيكس عشان نجيه بحكس كلمة قبير بضيف قبلها ايه بضيف لها دي اي اس يتبقى disappear نمبر سيفن الشخص اللي بيقدر يعمل ايه بيقدر يتحرك ويفعل الاشياء بسهولة يبقى الشخص ده نشيط active نمبر ايت انا مرتبك تماما كليا كنت يكسب لين ذا تاجين من كنت شرحت تاني the synonym of confused is طبعا هنا مراضف كلمة confused يبقى انا مرتبك يبقى هنا متحير يبقى puzzled لليطر ايه نمبر ناين هنا الشعر الكثيف اللي بيغطي جسم الحيوان بنول عليه طبعا الفرو العديد من اطفال بيبتعدوا عن المدرسة because of illness بسبب المرض is the synonym of many ايه بقى مراضف كلمة many several العديد من نمبر 11 in which direct not are you going north or south ازوله في اي اتجاه يبقى اسمه direction يبقى هنا مفروض tion والتي مكتوبة يبقى ion نمبر 12 they enjoy a very comfortable they have a good way of living وما بيسمتعوا بالcomfortable ايه طبعا comfortable lifestyle اسلوب حياة مريح هم عندهم طريقة جيدة للمعيشة بعد كده write it right يعني كتوب دراية صحيحة بقول لي هنا how to write a review of desert life ازيتك تبقى مقال نقضي عن الحياة في الصحراء زي ما قلنا بيجيب لك افكار اقرأ الافكار ديت ممكن توقف في الفيديو عشان بس وقت الفيديو كده هيبقى طويل علينا قوي وقف الفيديو اقرأ الافكار ديت والموضوع جايب لك desert life الحياة الصحراء جايب لك عنها موضوع نقضي او تفكير نقضي هوات review مقال نقضي يعني ابدأ اخد من افكار وقتب اسلوبك واتبعي التعليمات اللي قلت عليها قبل كده جيد درنا دلوقتي مع اختبر نفسك على الدرس الخامس والسادس اول سؤال عندنا سؤال الدالوج واتفقنا لما اجي حلو بعمل ايه اول خطوة بكتب خطواتك وين السؤال علي من كده خمس خطوات ابدأ تستفهم فعل مساعد فاعل فعل خطوة تكمل خطوة تانية بقرأ العلمان بتاع الدولوج ليه عشان افهم التفاصيل الحوار اللي ضار بينهم سامير سامير بيشرح معنى كلمة تشخيص بعد كده الخطوة التالتة بقرأ الموضوع بالكامل من غير ما حلو ولا كلمة عشان اعرف تفاصيل الحوار اللي ضار بينهم وكمان السؤال الاول والتاني غالبا اجابتهم في حاجات بتدل عليها بعد كده الخطوة الرابعة اقرأ الموضوع التاني وابدأ حلو سأل وجاب نشوف كده سامير بيقول لطاها ولهنا عجبنا الطريقة اللي الكاتب فيها استخدم التشخيص خلبي باكو اللي بيقصد هنا انا سول في القصة بتاعة المؤلفة دي يعني طاها طبعا رد عليه وقال له التشخيص وقال له جملة بيقول له هنا انا اقصد انها جعلت الخيول زي الانسان او زي الناس طبع هنا هيقول له ايه بقول له انا ااسف انا مش فاهم او مش متأكد ان انا فاهم انت تقصد ايه فسامير قال له انا اقصد انها جعلت الخيول زي الانسان طاها سأله سؤال قال له ياس قال له ايوة على سبيل المثال الكاتب كان بيطلق على الخير بيقول اي انا او هي وليس ات يبقى كده قال له ممكن تقول لي مثال بعد كده طاها قال له قال له انت تقصد ان الكاتب يعتقد ان الانسان والخيول زي بعض متشابهين يعني فسامير رد عليه وقال له هل انت كده فهمت انا اقصد ايه قال له انا ايضان قال له انت فهمت دلوقتي قال له انا انا فهمت انا فهمت هذا او ذلك الان سؤال جاب لي هنا ست كلمات وجاب لي فقرة في اربع فرغات زي ما عرفنا قبل كده اول حال يوجد تلاتين نوع مختلف من النمس ذي النقط ان افريكا موجودين في افريقيا يبقى هنا سوثيرن سوثيرن ايش هنا مصود بها يعني جنوب او الجزء الجنوب من اسيا سوثيرن يوروب وجنوب اوروبا عندهم جسم طويل ودل طويل طبعا جلدهم او جسمهم مغطى بايه طبعا هنا اللي هو الفرو السميك بعد كده بيحبوا طبعا يقتلوا مسعبين بعض الناس استخدمت المنغوزي النمس عشان ايه كنترول يتحكموا في نموه الفقران طبعا معرضين للخطر اللي النمس يعني طبعا معرضين للخطر بسبب طبعا desertification او deforestation هنا يا ربي اللي يبقى deforestation لو ازالت الغباط حالا بقى سؤال تشوز number one to not is to make something full لما تخلي شيء ممتلئ so there is no space for any more something ما فيش مكان لا اي حاجة تانية يبقى هنا فيلم يملأ number two the introduction of the story is very interesting المقدمة بتاع القصة يعني شيئكة جدا مراد مراد في كلمة introduction introduction يعني مقدمة يبقى هنا beginning number three we add the suffix to change the verb express into an noun منضيف الحروف اللي هنا في آخر الكلمة عشان نحول كلمة express إلى اس طبعا أنا كده هضيف هضيف لها في آخر هلو أنتم واخدين بالكم i o n يبقى امام تعبير number four دي كلمة وعبارة عشان نشرح الأشياء اللي في الصورة أو في في الشكل يبقى أنا بتكلم على ايه بتكلم على كده label لو ايه زي مونا ملصق تعريفين number five the population of Egypt سكان مصر is about one hundred million مئة مليون the word population means كلمة population معناها ايه طبعا معناها اللي هي السكان يبقى people number six you should not yourself when you are angry يجب انك تعمل ايه لما تكون غطبان طبعا لزما اتحكم في نفسي يبقى control بعد كده ناخد السلطة تصحير الخطأ بينكو سين english speak in many countries of the world ركز بقى عشان هنا بيكلم على المدرع والماضي مش ماضي بس الانجليزي طبعا مش كان يتيم التحدث به لديك بتكلم على حقائك يبقى مدرع بسيط يبقى هنا is تمام هتبقى is spoken تمام number two two windows broken during yes or this party شبكين تم كسرهم اثناء حفظة عديد من الات بتاع مبارح يبقى broken number three pizza is making طبعا تصريف ثلاثة يبقى ايه يبقى made number four three people are hurt in the fires last night ثلاثة اشخاص تم مأزيتهم يعني تقزوا يعني والجرحهم في الحريق بالامس ثلاثة اشخاص يبقى هنا واهر جمع وكلمة hurt التصريف بتاحها وعد تطلع بتهيرت برضو زي ما هي number five when was the oldest house in the usa طبعا بقول له build يبقى ايه يبقى built تمام اخر سؤال عندنا a review of desert animals ما قال نقضي عن ايه للحياة ونفة الصحراوي وكلمنا عليها كتير جدا احنا كده فضلنا التست بتاع الوحدة هبعته لك على قناة الواتساب ومتجاوب في صورة اسكرينات محلولة حلو انت الاول وباقي تشوف الاسكرينات عشان تصح لنفسك انا كده وصلنا الاخر حلية النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجراز عشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم بصير رحمة العبد من قناة دروس علمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته